بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام عليكم متابعيني متابعاتي حبايب قلبي شونكم أخباركم إن شاء الله كلكم بخير وصحة وعافية ربي اللي أول مرة يزورون قناتي وعجبتهم أتمنى يشتركون بيها يفعلون خاصية الجرس يضغطون على اللايك وانطيهم قلب آني وكون معنونة منعدكم اليوم العصر تخابرناني هم يونس قلت لها أثير وين أبو يونس ابني قلت لها وين أثير ما يجي اليوم قلت إحنا كنا نجي اليوم تألفها لبيكم قلت لها ماذا الوقت يعني أسوي عشا خلا روح أسوق أجيب دجاجة مع الذبح الدجاجة فقلت له الولد من الذبحها قلت له يا ابا لا تتسويها أنا أقصها بالبيت أنا أقطعها من طرع سن البيت وصلتني مؤماني قالت لي يجيبي وياتش رجلين الدجاجة وراسها ويجيبتهم للهريم عادي شاو بيهن قالت تعاني أريدهم عادي جيبتهم قلت لها لذب هنا أريدهم بيش الكيلو قال أربعة آلاف قلت لها أريد دجاجة شبيرة من شاء لها قال هذي عندي دجاجة شبيرة كيلوين ونص قلت له ما يخالف سوتي دعا شلف قلت له ما يخالف جيبها عادي ذبحها ونطاني إياها يعني نظف ونطاني والله خبرت أنه ورا هي شي ساعة نص ساعة وين وصلت قالت والله بعدنا ما واصلنا القيارة قلت له خوش راح نكمل عشاني وأم أماني على ما تجون وقمنا راح أتعاد قال أثير قال تسواقيننا مسواق للثلاجة ما عدنا مسواق ورح اتجبت لهم مسواق كامل اللي أنتعرفون هي يعني وردة جوري صالها فترة يمهلها أكثر من عشر أيام يمهلها أكثر والله يمكن فعاد ما عدهم بالثلاجة كل شي أثير يمن مو ببيته يعني بس يعني غدا وعشاء وريوق يمن فعاد رحت للمسواق عاد عاد على السوق ورحت جبت لهم يعني مسواق مخضر كامل لثلاجة ويا فواكه ورقية جبت لهم عاد الماجو إحنا كمنا المرأ قتلها منتصلي المنطقة قريبة علينا خابرين على مدن سوي التمن يبقى حار لأن التمن مني برد مو طيب واني عندي ما عندي يعني تمن حصة خلصت بس تمن بسمتي من هذا اش يسمونه يسمونه التمن الصقر الذهبي كولد بس هذا بسمتي يعني و اش اسمه سويت عاد الدجاجة هس عاد نرجع عاد الدجاجة هذا بعد ما قطعتها خليت بصر يابس عليها بصر أحمر يابس وبهرت تشريب دجاج وخليت عليها فلفل أسود شوفوني غاليات وهذا الماجية وحدة خليت وخلي ملح هاي رشة ملح وخلي زيت شوفوني غاليات هس عاد أخلط هن بإيدي خلط حتى يعني أخلي هن عاد أطباخ أنا من قطعت دجاجة خليت على الطباخ قلت لأم أماني أنت خليها على الطباخ أنا أروح على المسواق لأنها تصير الدنيا مغرب فعاد أم أماني كملت بدالي شوفوني غاليات هذا الطبخ اليوم كله لأم أماني مو آني خلي موي على موت من يحمس قبل ما يحمس شوية أشيل المرق بعد ترجع ورما يحمس اللحم ترجع المرق اللي شيل وتخلي بالجذرية شوفوني غاليات هذا جعل يعني يفور المرق طبعا الدجاج يعني أكو كثيري إنها سعين بيت إخواني نص عيلتهم ما يعكلون دجاج جذب حير يلون دجاج مجمد ونص هم يحبون دجاج الذبح بيت إخواني يعني أتعجب بيهم أقولهم يعني الدجاج الذبح هذا من قلات الحبايب فريش شو بيكون ما تاكلون ونقول لا والله عبد ما نحبه مو مثل دجاج المجمدة فعاد ما يحبونه لا والله إحنا يعني نحب الدجاج الجديد يعني مذبوح جديد وجيبين هذا آآ أنا عاد جيت من السوق شوفوا إني غاليات تسوقت وجيت لقيت تمام مان مكملة فعاداني قلت خلي علي شعرية ما خلي شثير خلي ثلاث خواشيك شعرية ثلاث خواشيك شعرية يعني من الكاسة هذي اللي بيها شعرية شوف تقوم إياها وهذا ما جي همين أخلي علي هذا والله أنا ما خلي الماجي ومآماني قلت أخلي ما جي قلت لها خلي ماجي فعاد آآني من جيت حطيت الشسم الشعرية خليت الشعرية ثلاث خواشيك شعرية يعني خليت علي ومآماني خلي علي هم يعني يعني خليت بهارات مال تشريب دجاج هي هم خلت وش اسمه فلفل اسود هم هم خلي شوف هني غاليات هذا تشريب دجاج مال طباخ وهذا آني أخلي الشعرية ثلاث خواشيك هذا خاشو كتين وهذه الثالثة شعرية خليت علي على مود شوية ينطي ثخن ويعني طيب يصير المرق شوف هني غاليات هالسعاد أشوف شونه إذا يحتاج ملح أو يحتاج فيه عالينا آني هنا كملت وراح أطفي الطباخ شوف هني غاليات طفيت الطباخ هنا هالسعاد مؤماني سوي ثمن الزحا الثمن عاد سوي مؤماني وانت يعني أكثر شايفات الثمن إحنا شون نسوي قالت ما صور الثمن قتلا دصوري حتى يكمل الفيديو كامل اللي ما سوي انتم من بنزلين وشا مرة قلت وذا بنزلين وخلي حبايب يشوف أكو بهن جديدات والمر يطب من القناة يشوف ويا حبايب قلبي تقول لشن آني أشكرك جدا 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 أشكر أشكر على التعليقات الحلوة وأشكر على دعم المستمر القناتي شكرا جزيلا وأجديدات أقول لشن ألف هل أبي نور تنقناتي ويا العتيجات والوسطانيات كل شن الخير والبركة حبايب قلبي ولا تزعل علي الوسطانيات والعتيجات انتم مهم راح بي شن يعني شلون ما راح بي شن انتم هم غاليات قلبي هنا عاد ش اسم زلاط ويا الشسم الدجاج مطيبة للخيار فهم أماني قلت ما نسوي زلاط قلت لها جبت لهانة حمرة وسوي إياها بس طماطة لهانة ونخلي عليها دبس الرمان وملح هذا آني جاي أخلط حتى أخليهم بالكاسات هذه مرشة ملح عليهم قلت الاخيار ليش يصير بي ريح مطيبة يعني من تسوي ويا الدجاج فابد ما نخلي احنا ويا الدجاج اخيار أبد ما ولا لاني جبت كلوين خوش اخيار هم مين بس امان ما سويت ريح الاخيار وكل اكيد مجربات ريح الاخيار مطيبة أبد هنا عندي شوية خاثر ما عندي كثير او روبا او لبن ما عندي كثير فأي امان تخلي لي مي قلت لها تجيبي لي مي حبيبة قلبي امان حفيد قلت لنت تجيبي لي مي وخلي بال الصلاحية او الدول كفوق ايدي يعني كنت اسوي يعني لبن وهينا بعد ما استو تم جيت اصب العشا شوفون يا غاليات طبعا وصلوا ساعة تسعة لعشر دقائق وصلوا بالليل من جنوب المواصل الجو والف هلبي هم نوروا والله العظيم كانت حيل مشتاقت لهم احفادي الغالين ووردة جوري حيل حيل مشتاقت لهم وكل النهار انت خابر كاميرا يعني على الواتساب انت خابر اهانوا اياهم اذا انا ما ادق هم ويدقون هم وامهم وانت خابر اهانوا اياهم وجهان انا اماني ومش حمودي اولاد عدم اماني ابو اماني ابني احكون بيناتهم هم والجهال ناس وولا لو مني تلاقون ناس تخلص على ناس ناس تضرب ناس بس من يصيرون بعيدين يصيرون مقالين مدري جهالكم همهي كي بلا اكتبوا لي بالتعليقات لو بس جهالنا يعني مني تلاقون ناس تاكل ناس ومن يروحون بالكاميرات ودوني ودوني هذا بثبته يريد يجي علي حياتي عاد والله العظيم اليوم يعني ارتاحيت منشفتهم وجو عاد قبل قمت من سلمنا عليهم وقعدو تعبانين جاي من طريق دقهم وقعدت عنصب لكم عشاء عاد 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 كنا قعدنا شلون لما حلوة انا وولادي وابو اماني هم موجود بالبيت وولادي ثلاثتهم انا عندي ثلاثة ويلات الله يخليهم لي ويخلي ويلاتكم واخوانكم وغواليكم اثنين من الزوجين واحد عزابي واحفادي وشنا ملتمين وشون قاعدة حلوة وتعشين وضحك وسوالف نضحك على بتبت ليش بتبت يقعد ما يقعد بتبت أبد ما يقعد نار نار ولوسنة يقتل هذا ويجرب هذا وما مصدق جاء علينا وتونسين بي شوف ذول احفادي هذا علوش واماني ومشمش وحمودي وديفد بتبت طبعا ديفد اسمه داود بس هو البتيته كان ما يقول بتيته يقول بتبت وشالت علي بتبت بتبت وهذا كان عشان وتمني اتكون ويا والله العظيم كان جقال طيب وسهم كم العاف يا حبايب قلبي انشاء الله ما طولت عليكم الفيديو وما مليت ومني واقلكم اشوفكم الفيديو جديد اخر ومع الف سلامة